صباح اليوم أمام محكمة الاستئناف بإقليم قلميم الجالية الحمادية تابعة لجماعة فاسك تقوم باحتجاجات أمام محكمة الاستئناف هذا الاحتجاج جاء نتيجة مجموعة من المطالب بهذا الخصوص خلوكم معنا في هذا الربرتاج نشوفه أهم ارتصامات الجالية الحمادية بالديار الأوروبية السلام عليكم معكم التلفاز رشيد من الجالية الفرنسية جيت نحضر اليوم على أرض فاسك بأننا كانوا شكاية من القنصلية الفرنسية وحتى اليوم بطلنا توصنا بفتاشي جواب من وزارة العدالة ولا من واكل العام واليوم كان طالبوا الجهات المسؤولة بتوقف هذا الاستئزاف ديال الأراضي يعني الزوار ديال الأراضي وتفليت إثمات ديال خط أحمر السلام عليكم حقم كريمي محمد من الجالية المغربية من قيمة بخارج نحن هنا في هذه الاعتصام لأول مرة نحن قدمنا شكاية عديدة لسلطات المعنية ولازمنا ننفذر رد مرضي لهذه الجالية التي انتهبت انتهبت أراضيها من طرف المافيا الحقها ونطالب بإنصاف هذه الجالية التي ما فاتئت دائما تساند وتحليق راية المغربية بجميع بقه الحلم بسم الله الرحمن الرحيم بيان للجالية المغربية المقيمة بالخارج نحن أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج إذ نعبر عن قلقنا الباري غزاء المشكلات المستمرة المتعلقة بين أراضي سكان فاسك وحوض تفليت من قبل المافيا العقار على مدة طويلة قمنا بتوجيه رسائل ومرسلات متعددة إلى الجهات القضائية المعنية ولكننا للأسف لم نتلقى ردوزا مرضيا ردا مرضيا بشأن هذه القضايا نحن نطالب بشدة بأن تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذه الملفات وإيجاد علول جدرية لوقف هذه الانتهاكات والممارسة الغير قانونية وتماشي معي خطائق خطابات صاحب الجلال الملك المحمد السادس وصلى الله عاش الملك عاش الملك بخصوص 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 تشجيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومساعدتها على الاستثمار في بلدهم وبالمقابل 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 نجد ما في عقار تنهب أراضينا هؤلاء الفئات وسط صمت رهيب للجهات للجهات المعنية وفي هذا السياق نطالب معاقبة جميع الأشخاص والجهات المتورثة في هذه القضايا بأقصى درجات العقوبة القانونية لقد طال أمد هذه المشكلة وأضر بسبب لعيش أبناء مجتمعنا ولكن نقف ولن نقف مكتوف الأيدي بينما تستمر عمليات أراضينا نؤكد على ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات غير المقبولة والحفاظ على حقوق أبناء منطقتنا ونؤكد على استعدادنا لتعاون مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول الكفيلة بحماية أراضينا والنهوض بمجتمعنا نطلع إلى ردكم السريع والحاسم في هذا الشأن وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير الجالية المغربية المقيمة بالخارج لحوط طفليت الجامعة فاسك ترجمة نانسي قنقر